ولدوا وبلدهم محتل بلا سيادة وعاشوا طفولتهم على وقع الانفجارات اليومية والخطف والقتل حتى كبروا ويوجدوا مستقبلهم معدوم الآفاق في بلدهم العراق هذا هو حال الشباب العراقي بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي والإيراني وما نتج عنه من مشروع سياسي فاشل هؤلاء الشباب هم من يقصدهم السوداني بمبادرة الريادة والتنمية التي أطلقها ولعل الحديث عن هذه المبادرة أكثر مناسبة تزامنا مع اليوم الدولي للشباب الذي تحتفي به الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية هذه الفئة العمرية ودورها في بناء الدول والارتقاء بها فعن أي ريادة يتحدث السوداني وبأي وسيلة سيقنع الشباب بجدية مبادرته وهو يرأس حكومة شكلتها قوى أوغلت في حياة الشباب تدميرا وإفقارا وتجهيلا وتغريبا فإذا كان الحديث عن البطالة فإن العراق احتل مركزا عالميا متقدما في بطالة الشباب ولسيما الخرجون الذين يقفون في طوابير الباحثين عن أي عمل دون جدوى وحينما يكون الحديث عن الفقر فسيجده السوداني ماثلا في الأحياء الفقيرة والعشوائيات في بغداد وغيرها من المحافظات وحب ذا لو يسأل السوداني الشباب عن ظاهرة الانتحار المتفاقمة في صفوفهم ما هي أسبابها ودوافعها سيجد الجواب في حالة اليأس التي وصلوا إليها وهروبهم من واقعهم إلى ارتياد مقاهي الضياع وتعاطي المخدرات التي تتاجر بها الميليشيات فلم يعد عند الشباب العراقي سوى خيارين إما الهجرة من البلاد بحثا عن العمل أو الانضواء في صفوف الميليشيات والقتال بأجور محددة وحينما رفض كثير من الشباب العراقي هذين الخيارين قرروا سلك الطريق الوطني طريق الثورة على الظلم والفساد فجوبه بآلة قمعية قتلت منهم أكثر من 1200 متظاهر في ثورة تشرين عدا عن الجرح والمعتقلين الذين بلغوا الآلاف أهم مبادرة يمكن أن يقدمها السوداني وغيره لشباب هي ترك العمل السياسي وإعطاء الشباب الحق في بناء نظام وطني يليق بعراقة بلدهم وتاريخه